وسط تفاول حذر يسوده التشاون في أوساط العراقيين خصوصا من الشباب بأن الانتخابات الأخيرة ليست جاذبة لهم خاصة أنها تأتي في مرحلة حرجة داخل العراق الذي يتعين إعادة إعمار البلد الذي تضرر من الحرب التي كلفت العراق حوالي 100 بليون دولار في اليوم الأول أغلقت مراكز الاقتراع بوابها في الانتخابات العراقية بعد يوم شهد مشاركة ضعيفة في مختلف المدن العراقية وأوضحت تقارير غير رسميا أن محافظات إقليم كردستان سجلت نسبة التصويت الأعلى بين محافظات العراق عيث بلغت في محافظة أربيل 55% وسليمانية 52% فيما سجلت محافظة الدهوك نسبة التصويت بلغت 69% وقد خض أكثر من سبعة ألاف مرشح بثمانية عشر محافظة الانتخابات هذا العام من أجل الفوز بمقاعدة في البرلمان الذي يضم 329 مقعدة وبحسب إعلانات أولية من وسائل أعلام عراقية فإن النتائج الأولية للانتخابات في يومها الأول تشير إلى أن معدلات التصويت لم تتجاوز 35% وأن أكبر نسبة مشاركة شهدتها المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش في الموصل والأنبار وكركو بما شهدت بغداد أقل نسبة مشاركة مقارنة بالمدن الأخرى وقد أعلنت القيادات الأمنية في جميع المحافظات العراقية نجاح الخطط الأمنية دون وقوع أي حوادث أمنية حيث سارت الانتخابات وإفق ما خطط لها من القيادات الأمنية أحمد القحطاني الإخبارية اشتركوا في القناة